مرسي يا محمد أهلا بيك وأهلا بكل حبيبي والناس اللي بحبوني ناس اللي انتبعنا سواء أنا عصاد البلد أو عندي على الانستغرام أنا بصوتة جدا بصراحة بفضولي في مسلثة الأيام وبشكر جدا الأستاذ صادق صباح أستاذ أمر الصباح لأنهم اختاروني أشتغل في المسلثة ده وطبعا الأستاذ السماح الحاري المؤلفة إن هي يعني الترشيح برضو كان منها لأن أستاذ محمد قسامة أنا مشتغلتش معها قبل كده ودي أول مرة أشتغل معي فبشكرهم جدا على الترشيح في دور أنا دايما بحب لما يجيني دوري بقى مختلف عن شخصيتي فهم دور أنا نفسي لما قريته كنت مبسوطة قوي أنهم اختاروني في دور زي دا دور الست الفقيرة لجلبانة اللي حياتها كلها مشاكل وهموم وأحداث كتير بس طبعا بصراحة بعد كده يعني شكرت محمد قسامة جدا لأنه هو داني فرصة أن أنا أبداع وداني فرصة وعمل معي بروفات كتير معنا كلنا بصراحة طبعا المسلسل أجمل ما فيه إن معظمه صحاب يعني أنا وصفت دفع واحدة في المعهد وهو يعني الناس من كتر ما أنا بحبه قوي بقول عليه ابني رغم أنه يعني فرق بينا وبين بعض السنتين تقريبا أو تلاثة شيري صاحبتي من زمان وبحبها قوي بحب اشتغل معيها أستاذ رياض الخولي عملنا بطولات مسلسلات سوا اشتغلنا مع بعض كتير قوي أستاذ حجاج اشتغلنا كتير وآخر حاجة كان لبيت كبير أستاذ جمال عبد الناصر اشتغلنا كتير قوي من أول بدايتي خالص مع بعض سامح برضو اشتغلنا مع بعض كتير أخرهم الحج نعمان كانت أول مرة بقى وطبعا ياسر صديق عزيز عليها جدا كانت أول مرة أشتغل مع هاجر عفيفي ومع حنان عادل طبعا محمد عادل مش عالين في المسرحية سوا مع أنه ملناش في المسلسل مشاهد مع بعض وأول مرة اشتغل مع رجدي مع أن رجدي برضو من الزومة لأنا بحبهم جدا الجاو بقى كله يعني أنا بالتالي أكتر مسلسل شفت فيه ناس بتذاكر يعني طول ما أنت ماشي وإحنا عادي مع بعض مسكين الورق نادى موسى بتهايلة برضو من أول مرة أشتغل معيها وأول مرة تقابل معيها شخصيا حجازي بصراحة كل الناس وإحنا أساسا كنا عاملين جو لطيف قوي يعني كنا بنوعد في القوتيل نلعب نسهر للصبح بعد ما نخلص تصدير على حسب مين عنده شغل طبعا كنا هناك بنشتغل ساعات لحد عشر الصبح وأيام كتير ورا بعض يعني الدكوراتك مرهقة لأنه والديكوري أنا كمان بالذات كان ديكور صعب وفيه عيات كتير وفيه يعني مشاعر وانفعالات وكتب بس لما يبقى عندنا وقت فاضي أو بنبقى مثلا موجودين كلنا في اللوكيشن لأ كان بيبقى جو لطيف قوي حتى بقيت الناس يعني فاتحي ومصطفى عبد السلام وطاها خليفة وفاطمة عادل وكل الناس بصراحة كل الكروك معظمنا وصفاء جلال طبعا كلنا يعني صحاب ممكن نقول ما اشتغلاش ما بعد بس كلنا معظمنا صحاب التصوير في لبنان كلمين عنه كان عامل الجاي والأجواء بتاعتي الصعوبة اللي يوجد فيها هناك خصوصا كمان من أجلى بكورونا شخصا لا مش أجلى بكورونا احنا كان عندنا جزء بير اتصابه بكورونا الحمد لله ما كنش منهم كان عندنا حوالي 12 بس المشكلة ان 12 دول معنى انه يوقفوا كتير لان ال 12 في الديكورات مختلفة فالناس بقى اللي مكانش عندها كورونا اتضغط عليها قوي في الشغل ومنهم معنا مثلا يعني كان فيه اوقات كان بيصوروا حاجات كتيرة جدا لي وراء بعض انا وانا والكروب بتاع البيت بتاع بيت فوزية الشغل في لبنان لطيف قوي لانه بالنسبة لي انا طبعا انا اهلي هناك فكان كل ما ياخد اجازة مثلا يومين ولا حاجة قوم رايحة الاهلي اول مرة اعود فترة طويلة قوي يعني 13 شهر وشوية في لبنان دايما لما بروح مثلا بعود شهر كبيري وارجع تاني لكن كان شبه معسكر شوية بحلوته وبتعبه يعني انت احلى حاجة ما بتروح معسكر او كده ان انت بتبقى متجمع مع صحابك وانت بتبقى طول الوقت بتاكلوا سوا بتتغدوا سوا بتتفعشوا سوا بيبقى فيه وقت فاضي بتعودوا كلكم مع بعض دي كانت احلى حاجة في الموضوع بس في نفس الوقت احنا لما كنا بنلاقي وقت نقاض دايما كنا كل اتنين تلاتة اليوم شغل مع بعض ناخد بعض ونقعد نذاكر وكلنا حافظين شغل بعض انت عندك مشهد كذا حلو جدا صعب طب تعالى سمعلك طب تعالى مش عارف ايه انا كان في حاجات بقولها التفاصيل اللي طهف الشخصية بتاعته كانت عاجباني قوي كنت طول الوقت قاعد اناكش فيه واللي هو شخصية سامر واحلى سامر طول الوقت انا بقوله كده كنا بنذاكر كتير هي دي الميزة اللي كانت هناك انك كأنك معسكر فانت طول الوقت ما عندكش حاجة التركيز الاساسي ان انت بتشتغل انا قاعدت تلات شهور شوية تقريبا كلنا ما بين يعني بس انا رحت مثلا بعد خمستاشر يوم لانه كان عندي بعرض سيد درويش في اسكندرية فهو ده اللي اخرني هما كانوا قابلي في ناس كتير كانت قابلي خمستاشر يوم في ناس جات بعدي بشهر وفي ناس جات بعدي بخمستاشر يوم بس انا قاعدت تقريبا تلاتة شهور تلاتة شهور وكام يوم اشتركوا في القناة